لكن ضربة البداية دايماً مع مقالي ومقاله بيحسبوا الأهل على تخبطهم هما يعني يتخبطوا ويمسحوها في الأهل هو ده اللي حاصل بالزبط تمسك تبص على موقع تبص على مقالة تسمع بعض البرامج يقولك الأهل بيفوض سين ويفضلوا شغالين على سين يومين ثلاثة بعد يومين ثلاثة لأدى الأهل ساب سين ورح لصاد ويعودوا يلوموا الأهل ليه أنت مش قادة تستخر أنت فشلت مع سين ليه طب ما هو صاد أحسن منه ولا الأهل قال سين ولا صاد ولا عين ولا حاجة أستاذ إبراهيم أنا قلت لك قبل كده أن في ناس عمالة تعلي في سقف التوقعات عند جمهير الأهل فتذكر لك أسامي مدربين مستحيل يجيوش تغلوا في الدور المصري لأن منهم اللي راحوا في ألمانيا يعني فيه مستوى من المدربين عشان يجيوش تغل مصر أولا سيبقى غالي جدا ثانيا ما أنا قلت لك مئة مرة أن العلاقات الكروية أشبه بالزيجات يعني الرعاية والنادي والمنتج الثلاثة لازم يبقوا متكفئين أي فما تجيبش حد أشد من حده إلا تبقى ما تجيبش النتيجات نفس الشيء مثل لو جبت جراديولة مرة عندنا يعني هتبقى لغته غريبة وأدواته أغرب طيب خليني أنا من وحي الموضوع أسألك وأنت الخبير فيه ليه السرية في المفاوضات أنا عايز أسأل سؤالي أيوة هو إحنا اللقم اللي كان بيتوجه للنادي الأهلي السنة اللي فاتت إيه أن أنت تخليت عن كتالوجك النادي الأهلي ما كانش حد يعرف عنه أي حاجة إلا ما يفاجأه لما كان بيحصل تسريبات النهاردة فعلا هم اتنين اللي يعرفوا في النادي الأهلي فعلا الخطيب وصح حسام غالي واخد بالك حتى الكابتن السادي ممكن نعندوش كل التفاصيل طيب ده كويس طبعا كويس لأن هنرجع للكتالوجي اللي ناس كانت بتطالبنا بيه لكن في نفس الوقت وحش ليه أيوة لأن المناخ العام أصبح بيفسد لك أي عمل كويس إنه شوهولك أصل ده تردد أصل دابط أصل ده حيرة أصل ده مش عارف إيه أصل ما فيش أصل فيه ملف الكورة ده ملف المسؤول عنه المفوضين عن الكورة لنا ولا حضرتك ولا حد من الجمهور لنا أكثر من إحنا نقول رأينا بيننا وبين بعض وهو رأي غير ملزم فالذي يريد أن يلزم النادي الأهلي برأيه ده بيرتكب خطأ جسيم جدا وبيخرج عن كل يعني أصول العمل المحترف لأن الجماهير متنوع ده إحنا في أي سهرة فينا أرعنا وبنشد مع بعضه مختلفين طب أهل يسمع مين في نين الجمهور ما الشخص محدد نقول يعني إحنا مفوضين فلان فلان يتكلم بإسمنا هو ده رأينا كلين ما يحصلش كده فدائما أنت أي خرق هتاخده مش هيعجب ناس إذن الإدارة السليمة أنك على ضوء الدراسة والمعطيات اللي قدامك يعني سوارش هل من المنطقة أنك تجيب واحد تقول له يلعب النشئين وواعدين تقول له أنت ما أقتيليش نتيجة طبعا تقييم سوارش ما كانش عن النتائج دي لكن ربما عندما توبع وروقب مع معطيات الضغوط اللي حيتعرض لها بعودة اللعيب الكبار والمتطلبات تحت المسلم جديد حسوا أنه ربما مش هيكون مهيئ لها أو حيتظلم فيها أكتر أو يتظلم فيها النادي الأهل لأنه هو ما اشتغلش والأهل مش عايز يعني يخاطر يعني فهو حساباته ما كانتش مبنية عن نتائج لأن أنت لما تشوف النتائج المنافس بتاعك لعب النشئين ثلاث ماتشات مكسبش له واحد اتعادل اتنين وكده أن يخسر اتنين خسر واحد أنت في الآخر خلاص التجربة والخطيب لسه جاي من 16 ده بقى له 6 سنين بمجلس واحد ومفاوض الكرة من 6 سنين وعلى مدى الخمس سنوات الماضية واستثناء من الضور التاني بتاع الموسم الماضي اللي له مليون سبب كان نسبة النجاح التسعين في المية عجبني الفنان القدير نبيل حلفاوي قال لهم الناس عمال تتكلم وتقول لك الخطيب والإدارة والخطيب أسطورة في الكرة لكن في الإدارة معرفش إيه قال لهم هو ودي أول سنة للكابتن الخطيب إداري قال لهم هو عضو مجلس إدارة كم سنة ومين سندوق وكل ما يسافر مرة وتيجي نتيجة أجابية ورئيس مكتب تنفيذ عشر سنين يا سلام على تحامل المسؤولية قال لهم أنت مدهوله إيه يا أستاذ إبراهيم احنا مش بندافع عن أشخاص هنا احنا بندافع على أسلوب عمل دفاعنا عن تصرفات رئيس النادي والمسؤولين عن الكرة ودفاع عن كتالوج وتقاليد العمل في النادي الآلي اللي هم أمناء وينفذوها عليها فلازم يلقوا بعض الإنصاف يعني أنك دايما تحط الحقيقة قدام الناس والناس تختار لأعزاء لا نستطيع أن نفرض رأي على أحد ولكن ننبه وشفنا أن اللي احنا خايفين منه سنة الفاتد بدأت حقها على الأرض الوحيد لدرجة جماهيرنا بوعيها تنبهت إيه ده إيه ده اللي احنا فيه ده احنا نرجع تاني نتحد وندعم ندينا لأن اللي بيحصل ده هدف الأخرين صحيح أما وإنه ظهرت خطورة الكتائب واللجان اللي بتشتغل مع ملف المدرب بمجرد ما يعلن اسم حتى لو اجتهادا هيتهاجم أيا كان يبدأ الهجوم الشديد هيتهاجم هو بيتهاجم وهو مرشح أول ما حس أن حد قرب يبتديوا هجموه وأحد الأسماء المرشحة دلوقتي يميسك النادي مهم واخد بالك أعتقد ميسك النادي مهم في إنجلترا فدخلوك في كاتوجري أو مستوى أنا كنت لما هجي مدرب مش في المستوى ده وكأنها خيبة الأمل من فضلكو كل المطلوب في المدرب القادم أن يكون صاحب شخصية تتحمل الضغوط صاحب شخصية يستطيع أن يرفع الضغوط على لعبته يستطيع أن يستخرج من كل اللعبة الأفضل لديهم فرديا وجماعيا المدرب سينجح مؤكد نرجع لملف الصفقات الحقيقة أنا أرى أن نحتاج عدد محدود من الصفقات التوسع في الصفقات ربما يضر ما يفتش لو جبت لعب كويس ستقعد لعب كويس أنت بتجيب تحسبا للإصابات والكلام ده والحد دلوقتي نحن ما عرفناش غير شادي حسين وشادي حسين لعب جيد جدا الناس ستقرنا بأحمد ياسر وأحمد ياسر ريان لعب جيد جدا اسلوبهم مختلف في اللعبة ربما أنت وعلى فكرة تستطيع أن تحصل على خدمات أحمد ياسر إذا حتكت له في أي وقت تبقى للعقب المتفق عليه المتفق عليه ما عرفش هو برمي ولا لسه المتفق عليه أنك تدفع 17 بليون وتاخده لكنك اشتريت دلوقتي شادي بال 17 بليون فإبنك وتحت عينك وأنا متوقع أنه تقلق وينتج لأنه في كل المراحل اللي فات كان مؤثر أحمد ياسر ريان وبالنسبة للشادي ما رأيته من سيرته أنه عاشق للأهلي متيم بالأهلي ألترس أهلاوي كان في المدرجات يبقى ده رايل عنده شغف مش بس هيتحمل بقى اسلوب الأهلي أصل الأهلي اسلوبه مش سهل طريقته مش سهلة إنك هتلعب جماعي وحتعود وحتتغير وحتخرج ومش هتعتارد والفريق أهم من الفرد شوية حاجات كده مش كل واحد يتحمل دعنا ننتظر هانة فضل الله كم يوم كل الحقاق هتتكشف لكن أي كان ما سيعلن عنه يجب ألا يلقى إلا الدعم والثقة والدعم مش حيث إلا بالثقة يا جماعة ما نقدرش يقول للناس لازم تتسق لا أنت الثقة دي أنت لو فكرت بعالك هتجد نفسك بتمنحها طوعية وهو ده الرائع في الأمر أنك تسق بقناعة مش لأن ده الأصول لا عايزك بالإضافة أن ده الأصول ليجب أن تكون قناعتك مبنية على حاجات تقراها صح تعرف أن الناس يتسحق الثقة ده كلام مهم جدا يا جماعة في الملف ده لأنه بمجرد ما بيتقال أي اسم الهجوم الشديد بيبدأ من الكتايب واللجان وأنا أعتقد كتير جدا من جماهير الآلي فطنت لده وكشفت دول وحتلقوا في حالة النهاردة كتير برضو من أدلة الوضوح الكاملة عن شغل هذه اللجان ضد الآلي وتركيزها في دقيقة والكذب والتكذب اللي خلاني فكرت أنك في نمازي كتير هتستعرضها محدف طرق وكذب ولكنها محطوطة بإتقان يعني يشكر فيك يشكر فيك بس يقول لك إيه اللي أنت لابسه ده مرة واحدة يخلص عليك وانت رايح مثلا تزور خطيبك شغل ممنهج إيه يا ابني ده ده أنت راجل جامد قوي ده أنت مكسر الدينة في شغلك وانت طالع على السليب يقول لك بس إيه ده إيه اللقميس الباليك يضربك في التوقيت إيه اللقميس اللي أنت لابسه كده وكده ما يكونش حاجة تبتدي تهتز سيختك بنفسك وانت طالع مشوار يهمك يا أستاذ إبراهيم نحن نعيش عصر في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة أصبح الكذب يقود القفلة وفي ناس بتروح ضحياء أنا بيصدقوا حنستعرض نمازج للي بيتقال لأن أنا بيحضرني أنا سمعت إنبارح ربما يكون حاجة معادة أو جديدة تبتتقول ليستان حستان حنفتحها في وقتها لأنه كمان شوية الجزئية اللي أنا بسأل ما هنسعد لي عليها يا جماعة والناس بتجتهد وبيتهموا الأهلي للأهلي بيصرح ولا بيطلع بيان ولا بيأكد معلومة ولا بيقول اختيار ولا بيقول إن أنا تفاوضت مع عسيل ولا قربت من عين خالص بس فكرت بينك ومن نفسك إزاي تفكر بينك ومن نفسك يبدأ بقى الهجوم بمجرد بالأهلي بيتخبط الأهلي مش قادر يستقر الأهلي مش عارف إيه المترددين اللي مش عايزين يصرفوا اللي مفيش فلوس وكلام كله مبني على اجتهادات الناس اتصل بي مجموعة من الناس اللي بتحب الأهلي من قلبها يعني وبعضهم كان قريبة من أحداث محددة الصراع صراع شركات تسويق ووكلاء بمجرد ما يطرح اسم وشركة أو وكيل يشعر إنك اقتربت منه بس هو مش بتاعه بوصل الأمر إنهم بيتصلوا بالناس بره يفسدوا لك الاتفاقات والناس يزعد هو إيه ده إحنا الأهلي إحنا بنتعامل مع مين إحنا عايزين شخص واحد بس نتعامل معه وهما مش مفوضين بالحديث باسم النادي الآلي واتقالت لي بتفاصيل اتقالت لي الأحداث دي بتفاصيل يا أستاذ البرهين لكن أنا عشان اللي ما يحصلش معايا مباشرة ما قدرش أردده بثقة لكن أصدقه مصدق إن ده بيحصل مصدق مصدق إن صراع الوكلة والتسريبات دي معظمها وكلة وصراع إنك أنت تشوه ترشحات محددة سواء اللعيب أو مدربين ويبقوا مدربين يقولك هو المدرب ده قاعد في بيته وانت هتجيب مدرب مرتبط ما انت هتجيب لك مدرب قاعد في بيته وانت كابتن حسام البدري لما راح وفاق ستيف في جزائر ما هو كان جايبين وقاعد هل ده مدرب صغير مدرب في بير جدا مدرب النادي اللي قال مدرب المنتخب طيب المسألة لو هتلاقي في الورد عيب هتقول له أحمر نخدين فمسألة كده نفكينا بقى من الاسلوب ده شوي ونشتغل بخناعاتنا احنا ونخلينا مع مسؤولنا وفرقتنا ولا يستدرجنا أحد إن ننقلب على من نحبه ترجمة نانسي قنقر